وروق لشيء مهم جداً كابتن محمود الخطيب أسطورته رئيس النادي الأهلي كان له كلمة مختصرة وجميلة جداً وقريبة من القلب قوي نشرها الموقع الرسمي بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الأهلي ومرور 117 عام على ظهور النادي الأهلي للنور كابتن محمود الخطيب قال كل سنة والنادي الأهلي أعظم نادي في الكون كل سنة والنادي الأهلي الرائد والمعلم ودايماً رقم واحد وهيفضل بإذن الله رقم واحد 117 عاماً مرت على إنشاء نادينا صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى وهنا أتوجه بالتحية إلى رمز الأهلي الخالد ذكر عمر بيكلوت في صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي وكل التحية لمجالس إدارات الأهلي السابقة التي سهمت جميعها في رفع شأن النادي الأهلي وتطويره ووضعه في المكانة التي طليق بقيمة وطريق النادي الأهلي التهنيئة والتحية واجبة ومستحقة لعائلة النادي الأهلي الأعضاء والجماهير الداعم والساند جمهوره داحمة أيضاً أتوجه بالتحية إلى منظومة العمل بالنادي الأهلي زملائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدربين واللعبين والموظفين والعاملين الذين تقع عليهم المسئولية في الوقت الحالي ولا بد أن يستمروا في العمل بكل تفاني وإخلاص وأن يبزلوا أقصى ما لديهم حتى يبقى الأهلي في المقدمة دائماً كل سنة والنادي الأهلي شامخ بقيمته وما لديه كل سنة ومصر بلدنا في خير حقيقة إنها كلمة راقية قوي وبسيطة وجميلة في ذكرى 117 سنة لتأسيس النادي الأهلي اللي كان دائماً منارة رياضية في مصر مؤسسة قدمت لمصر أبطار رياضين كتير جداً وكمان على مستوى كرة القدم الأهلي من بين الأفضل في العالم الأهلي بينافس على لقب الأكثر تتويجاً بالألقاب القرية على مستوى العالم الأهلي متوج ومتواجد دائماً في كأس العالم للأندية بشكل شبه دائم بسبب نجاحاته الأفريقية الأهلي قوته في جمهوره في احترامه للمبادئ والتقاليد المتورصة من 1907 والحد النهاردة الأهلي هيفضل كبير بجماهيره وأبنائه اللي متربيين داخل جدرانه كل سنة وكل الأهلوية بخير وعاش النادي الأهلي ويعني الواحد تربى جوه هذا الكيان العظيم جداً وعاش بمبادئه احترم تاريخ المكان اللي هو فيه كل الأهلوية بلا استثناء الجمهور والعاملين واللعبين وكل النادي الأهلي عارف قيمة المكان اللي هو فيه حياناً